سلام عسلمتكم مرحبا بكم في قناة زكية سماء اشتركوا في قناة ماما على خاطري وراني نحبكم برش 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 موه عيش بنيت الغالي فتي معزة ومحلى سلام عسلمتكم الناس كله مرحبا بكم شاء الله تكونوا بخير وفخير الخير شاء الله تكونوا ناشطين وفرحانين وكلكم حماس وحيوية وطاقة إيجابية نسأل على حوالكم والله توحشتكم برشة 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 ويعطيكم الصحة اللي سألتوني وين نغيب تجوني بريفي وتسألوني زكيش بك غايبة شاء الله المانع خير يعيشكم يرحم والديكم وربي يعطيكم ما تتمنوا اللي بنات الله غالب غبت تعوا نحكي لكم علاش وتباهي تقول هني الفيديو هذا يرام بش نكونوا واضحين مصورة على نهارين هذي نهار ومبعد بش تشوفوا نهار آخر فهمتوا اللي بناتشوفوا هذي البلارة معناتها البلارة شريتها ولهنين ماني قلت لكم نحضر عندي الضيوف ملا محلا مش الضيوف مكل اما نظفت الدنيا كلها هني حتى الزربية كي ما تشوفوا على حصيرة لتو ما رجعتاش هني مش رجحها بعد ما غصلتها شاحت وكل وليهني عندي كلاد النجوم وهكا الهلال النجوم ما حابش يجوني لهني قلت خل نعمل لمسة هيكا نعمل حاجة ما حابش يجوني جوني علينا شوي قلت خليني نجرب الهلال هذي يا خيقة جيسي بان نوراجي هنا قاعد ينركحوا فيه وحليتها والله اعطها منظر بزيان قلت خليني نحطها ونفرش للزربية رجحها لبلاصتها ومعناتها ونركح لامور خاطر غدوة ان شاء الله بشي جوب حذاء للضيوف اللي قلت لكم عليهم فهمتوا عاد لبنات ما صلناش على رسول الله خلنا الساعة نصلوا على رسول الله يا مع بعضنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم وأتبوا إليه باعي لبنات ونحب نقول لكم ونوضحيكم على شغايبة الليبنات صدقوني غبت على حاجتين وعندي مشاعر مختلطة بين الحزن وبين الفرحة كي سمعنا بزلزال متاع تركيا صدقوني يا الليبنات بردت على الفيديوهات كنت نسجل في فيديوه المنتج فيه في بالي بش نعبطوا لكم يا أخي إيديا بردوا وقعدنا نتبعوا في الأخبار لحظة بلحظة وحاجة بستنا الناس وكل نراهم عباد كيفنا نراهم ناس كيفنا معناتها صغار وكبار شي سخف القلب يبكي والله يا لبنات صدقوني معناتها هذي أقل من نجموا نعملولهم ندعولهم معنا حتى حاجة وحدة من الناس ما عندي حتى حاجة كان ندعيلهم اللي ماتوا وندعولهم بالرحمة واللي ما زالوا نحيين ندعولهم معناتها أني ربي فرج عليهم وربي معاهم وفيها البرد جازل زال فيها البرد وتقص ما تركيا تعرفوا وتقصها بارد وفما الثلج وفما برشا حاجات معناتها والله صدقوني يا لبنات قداش حسيت أني لا غالب أكهو معناتها يعني نحس برشا وقلبي حنين لو تشوفوني قوية ولا تشوفوني هيك كشخصيتي كذا ويا ونحكي ونفدلك وكل شيء ميره وقلبي من دخل نسخف برشا وقلبي حنين برشا صدقوني بنات أجور كل يوم نشوفوا الأخبار وخاصة كي يرتفعوا كل مرة يقولوا هكا نسبة اللي ماتوا مرتفعة صدقوني حسينوا قداش حسين عليهم زلزل تركيا وزلزل سوريا ومعناتها حاجة الله غالب هذي حاجة تربي كل ميم حاجة غضتنا بالقدي وحاجة مستنا بالقدي وحاجة معناتها خيبة على الأخر وكل الله غالب الله غالب شوفوا اللي بنات الهناكا بدلت البلاتو هذاكا ومبعد نحيته بدلت هذي والهناكا نعملكم دورة خطر قلت لكم راني تخليت على روتين ما في بالي هذي فيديو معها روتين كيف تعبالي جوني يضيفه وعملت برشا تصاور وكل شيء ولا تخليت على الروتين خطر استقاج ولا لي برشا وقالوا لي يزمك تفسقي استقاج معناتها حاجات بش نجمي حتى ثابت الفيديو المهم لبنات والتي تعملت لكم دورة في الدار وهي منطفة مريق لأكل اللي هنا يشوف والله اعطت منظريك اللاد اللي عملتها غاديكا وهكا وجودت تبديل السروج فيه راحة مثال شوحد يبدل حتى تبدل نفسيته وكليكا وهاني حضرت الدنيا بتاعي للضيفان بتاعي اللي قلت لكم هو مرافل حقيقة مش ضيوف ورقت ابنيت يا كراكدة في البوسات امتاحها ولهني يقولت مثالش خانحط اللاد هذي هني عتبي هذي والجلد الفرير هذي وولاي اعطت لمسة بزيانة وشوف الروديو هذي كهابتر هابتتولي المصدر متاعي هذي كال جبدتها مرومة هابتتها نمشي نركحها ان شاء الله المهم لبنات اكا نظفت الدار محلاها نضيفة بلق دي بلق دي كهو لبنات كيما قلت لكم والله اداية ربطت على القناة واما قلت خلنحكي لهم في الفيديو خير خاطر برشة سألوني كل قلت لهم تاو نرجع ان شاء الله ما قلت خليني نحكي لهم للناس كل اين وفوا برتوت ما نقعدش كل حد نحكي لها واحدة راني غيب تصدقوني نتألم وقدش حسيت وقدش وجعوني وقدش اداية ربطوا والله اداية ما مناش نعمل بهم حتى شي ناس ناس معناتها بحذانة تموت ونحنا قاعدة بش نعمل روتين ولا بش نعمل حاجة ما ننجمتش منك ذبش عليكم ما ننجمتش والله يا لبنات حتى اليوم والله اقا ربي على المبيه بالسيف ان ما نتجي لكم ونسجلكوا في الفيديو شوفوا اللبنات اللاد هذو ما حاطتهم غذيك انجوم كي ما يجونيش على الطاولة حاطتهم الهني ولا اعطوا منظر حاطتهم مزيان وكل والله يا لبنات كي ما نحكي لكم الله غالب راني ما يحسش بالعباد معناتها موش انسان معناتها فهمتو رغم عباد كيفنا ونحسوا ببعاظنا وكليكا معناتها واحد عند فاجعة هوم اتوا عمليل حال الطوارئ ودنيا واكلة بعضها واني مش نصور روتين ولا مش نعمل حاجة ما ننجمتش الحقيقة ما ننجمتش من كذا بش عليكم يا لبنات اتوا هنا بش اتشاجر معكم في النهار الثاني كملا نهار الاول عسل ان عمليكم من البنات اتوا تخطي توجينا بش نعمل مش طيب عشي مش نطيب شربه عشانه ومش نعمل مع عتارة مالحة ومش نعمل مع عسلاته ومش نعمل بسات كيكه وش طيب تاي ومش نعمل حتى قهونا زاده اللي حب تاي اللي حب القهوة وحصيله وابتتوا قطر نور استرنا اين يشكون يحضر بحوايا سوف ندخلها الى الان ثلاثة هي المحلية نحن نحن بحضر ونشاء الله رب معي حصيرها تحضر لحصيرها الى الان هم يقولون يحبن اتشياء مرحبب حصيرها رب معنا الى العمل هذا الان هذا النار الثاني اللي بيش يجون فيه الضيوف يقول لي هما فالخيقة مش الضيوف يعني اولاد الدار ولا كليكة بطولي هني اسألت اسألتم مع نتا شو محبوا يأكلوا هما قالوا لي لما حانا ناكلوا كل شي وكل ماشا ديت الصحيح المهم في الاخير طلعت انا شنعملهم شربة وطارة مالحة وبش نعمل كيكا وبش نعمل تاي وقهوة وبطبيعة مكسرات شوي لوز شوي كاكاوية وشوي قوارس وليكتب هذي التارت وبتاعنا والله شو التارت والكل شي جفاوح وبنين وريحتها زكية اللي بنيت ونقدر بش عليكم والله بلقدر بنين بنعلق وعملت كاكاوية حمدوله لاني محرقتهاش الطبيعي متاعي اني نحرقها ومش طبيعي ما نحرقهاش راجل كيشافها مش محروقه قال لي كيف يسبه معنات خطر الان نرمال اني ما نحرقهاش انرمال والنرمال اني نحرقه والله يا لبناء التوبة هي لبناء اللي هناك حضرت حضرت الكيكا وحضرت التارت والشربة حضرت واللي كاكاوية قم شفتو وبعد عملت معا شوي لوز زادة قبل الكاكاوية هاني حاطيتهم في الصحفة متاحة مش نقدم فاهم معنتها وكل شي حاصلو وعملت عصير زادة لبناء كل شي مريكل كل شي امورة واضحة بيش نزيتوها بيش هاني قاعدة نستنى في تاليفون بيش تتعرفها شكون هي اللي بيش تجي حاصلو هذي اللي شوفها محلها جت زادة الكيكا والله جت بنينة واختفها على الاخر نوري فيكم في التارت زادة حاصلوا امورنا واضحة جدت روحي نحب دي ما كيف يجيني حد يكلمني بيش نحضر كل شي ونقعدون بعد نبروفيت الوقت نقعدون نحكو فيه خاصة للبناء بيش تجيني انسان عزيز عليها برشا وليا برشا ما شفتهاش وكل ومش نبروفيت نقعد بحثاها ونحكو كليكا اللي بنات وقم شفته عدد دنيا كيفاش نظفتها ونرقلتها كالتبيل كانت شو البيت اللي قاعدة اللي بنات حطيتها في بيت الصغار والبيت اللي قاعدة اللي بيك حطيت فيها وحدة اخرى نضيفة مريكلة جبتها وحطيتها غديكا حصل كل شي والله محلها نظافة ومحلها ريحة نظافة ومحلها كتبذيك تعملي في حاجة فرحانة بيش يجيك عبدا عزيز عليك بالرغم هيك معلتها اللي صايرتو في تركيا كل شي ميالله غالب ومشالله هذيك هذاك حد الباس وكش بش نعملوكها وتوهج ناس صغيرات ما في بلهمش بيش يكون بيش يجي وحتى راجل اللي بناتو في بلاش بيش يكون بيش يجي بيش خلوها لمفاجئة مكنوش تزدها يتوقعها بيش يجيها مفاجئة مش نرمال نكا هو الليبنات هنا قصت متارت حابت نوريها لكم والله الليبنات جيت تبنينا على الاخر ولبنات راهو نصور في الليل هذي راهو في الليل معنتها بدتك قبل المغرب شوي طيب حابت كل شي نحضره وكملت في الليل خدت لملي بيطبي على المعون اني واحدي طيب وكل راجلي قاعد لهي لبنتي في الصالة قاعد لهي باها ساعة تبكي والحاجة يسكتها وكل واني اللي هنية كلاهية في لكم جينا تلملي المعون وتلملي قلول الصغار خلينا نعاون ونقلت لهم لا غير بعدوني بركته والراجل وموري واحدي هاقي كل مرة يجو يشوفوا شنوها طيبتي ماما شنوها طاب ماما هنشمين يا ريحة هانا جينا حاصيلوا ربي فضلهم صغيرات وفرحنين يا ما مشكون مشي تجي يا ما مشكون مشي تجي ما حبتش نقولولهم قلت مدام ما نحرق لاش المفاجأ اي حبة تعمل المفاجأ قلت ما حبتش نحرق لهم المفاجأ حتى راجلي والله لا قتلا وحتى بابا ما في بالاش واخواتي اخوية الهنية ما في بالاش هو في بالي كان في بالي يعني في بالي واخوية الفيسوسة في بالي اكهو وبطبيع اللي جاية بحذائي حتى راجلي كي بمشي كي بمشي معنات كيف كلمت وقالت هاني جاي يعني سيوصلت تتفاجأ باها معنات حتى هو ما شيلها وما في بالاش مش كون بش يشوف معنات حصيلوا هكا الهنية كل شي حضروا لبنات وقلت لكم لبنات مشاعري مختلطة بين الزلزال متاع تركيا ما جابت تعمل حد شي وقلت والفرحة خاطر مش تجيني مش نقول لكم علاها مش تجيني وخيتي وخيتي جاي من تركيا ومن ألطاف الله لبنات سبحان الله هي جايتها راجت على غفلة قلت لي هيك كيفاش سبحان الله تنجب تقولي أختي هرب تنزلزال ولا تنجب منعرش تنجب كيفاش تسموها كي ما يقولوا شرر لا نعمل وشرر ولا انطحوا في شوف لبنات كيتلمني المعون وهالي سلاطة هاني بش نعملها قلت خليلها شوي خلالت تعاقم وبعد نقص لها شوي سفناريا ونقص لها شوي سفناريا ونقص لها شوي طماطم مش نعملها كالكتاني هذيك ومش نزينها عاد في الزيتون وم شرر قلنا حاصلوا بش ان خطر هي تحب سلاطة وكل وهاني اللي هني قد خلنا نقص المعون مدام هي لتو ما وصلتش حاصلوا اني قصلت معوني ورقحت وموري مازدت كان ما فوحتش سلاطة وهي قالت السلام وعليكم يا لبناتكم شفتي والله فرحتي بها ما تتصفش روحة اختي بخير وسلامة من تركيا وهي جدت بحذي والله فرحت بها بالقدي بالقدي والصغر تفاجأ وراني اللي تفاجأ بها خطر ما كانوش معناها ما يستخيلوش انا مش تروح في الوقت هذا كل وش نحكي لكم كيفاش روحة سبحان الله قلت لي معانيتها تلزال متاع تركيا كيفاش اختي معانيتها سبحان الله هي قتلي ما كنتش تو معناها ما كانتش حطة في بلاء انا بش تروحه وكل خطر عاملت ببروغرام بش تروحه ومش تو خاصة انتها والدنيا باردة كل وتخدم كل قتلي كان سبحان الله جاه سينيال كل حلم ولا رؤية والحاجة في المنام كان حد يقولها معانيتها لازمك تخرجي معانيتها من تركيا والحاجة كيفاش رغم ان هي تسكو في بلاصة بعيدة وتتقل صحيح وعندها قضية في البلاصة عندها قضية تتقل حصلوا حتى في البلاصة اللي فيها زلزال وكل شيء بلا يصل صارو في زلزال وكل شيء اما معانيتها قتلي سبحان الله جيتني كل شيء في سا في سا قتلي من زكية قتلي ما لمفردش بروحي اني تصرفت في الحاجات اللي عندها كل الحاجات اللي متنجربش تروح بها تصرفت فيها في حاجات بعدهم وكل وقتلي وفهم مش كون زادة يقولها معانيتها شجحها روحي 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 قعت لي سبحان الله كأنه قتلي يعني معانيتها ما حسبت شعنا بشي صار زلزال خاطر للإنسان مع ووي بشه وامي قلت قلت ليك شها هي اب 한데 عامل لا تقدر لقال فنحصت تص Alertsة هيبا لا تصرف الريفان gehtي وكل شيء تصرف حاجيا روحي 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 مفرحي روحي تقلي ول pensando لقialتني سبحان الله جاي كل شيء بطبيعتها، هي روح هتمنا سادقوني لبنات والزلزال وخبروا على الزلزال قالوا لها تركيا فيها زلزال. قلت لي حتى كانت صيحة بلصم مثلا احصلت في داري مثلا في طرده مثلا نقوله قلت لي قلت لي ممكن هما توا عاملين حالة طوارق في تركيا. ممكن معانيتها متنجمش تروح في الوقت اللي هاداية ممكن زي تتعطل ممكن ما صفور شنو بش يحدث فهمتوا. سبحان الله كيفاش معانيتها هرب تنزل زال معانيتها ولا كيفاش سبحان الله ممكن كما روحش بصير لحاجة ممكن تحصلش في خدمة ولا في قضية ان هي في البلاد صار صار فيها زلزال فهمتوا لبنات سبحان ربي ما دام روحت في الوقت هذا هي روحت منا والزلزال وخبروا على الزلزال منا. اكيد فاخرة قلت له سبحان الله قلت لي والانسان يمشي دي معانيتة ويمشي كذا سبحان ربي. وامي قاعدت مشغولة والناس وكل يا لبنات ويرحم والديهم يطلبوني وسئلوني يقالوا لي اختك في تركيا شنوها زلزال وكل. المهم اه يرحم والديكم الناس وكل وحمد الله هي هاي روحت. وللخدمة بتاحت او برلمون باشتخذه بهني معاش راجعة تول تركيا. عندها قضية هنية وعندها حاجة هنية قاعد تركح فيهم وتريقل فيهم وكل. ان شاء الله ربي سهللها فيهم. اما سبحان الله معانيتها الواحد لازم يستجيب ساعات النداء العقلة وقلبة. ساعات كيف تشوفوا رؤية هي يقولوا حلمة ما هي مش حلمة هي رؤية ساعت كي تجيك رؤية في المنام هذيك تكون صحيحة معناتها سبحان الله معانيتها والله يصد تقول اللي بنية حاجة تقعد معانيتها الواحد هي ييبان سبحان الله ما كانانش مبربجة اجيه يجيك حاجة تقول لك لا لزمك تروحي لازمك كذا لازمك كذا قلت لي برش حاجات كنت بسنقرب يا مش الروح بش نجي برش حاجات كنت مقرب اش كذا هي عملة برنامج ما يا ربي هي قاعدت هي قاعدت تدبر في حاجة. سبحان الله. الله احسن معناتها المدبرين. سبحان الله هاروية قاعد تدبر من هنا وتخطط وتعمل. وربي قاعد معناتها يخطط لها ويعملها في كل شي سبحانك يا ربي. والحمد لله اللي هي اجتب خير وبصحة جيدة. حمد لله يا ربي على كل شي. وصدقوني معناتها قلوبنا كله هي حتى هي كانت عايشة غادي في تركيا. عايشة اكثر من خمسة سنين معناتها غاديك. حتى هي تأسفت وتأثرت باللي صار غاديكة. والحمد لله. الحمد لله يا ربي اللي هي. سبحان الله قلت لي زكية. يعني معناتها روحت تاني روحت منها والزلزل اللي معناتها خبره على الزلزل منها. وكلمتني ساعتها قلت لي هاكا باش نجيب احذاكم وكله وتسل فيها على اخبار وكل. قلت لي زكية. قلت لها هاكا مفهم حتى شي حتى المطر هاي ما صبتش. قلت لي زكية توا نهارلت نجيتها وتصبها المطر. فدلك هي. قلت لي مش على حاجة. قلت لي ماني نعرف زهري. معناتها كي نجيب احذاك تصب عليكم. اه تصب عليها المطر على خطر. باش ما لا نحوس لا نخرج لان نشوف البلاد عندها برشة على البلاد. معناتها كل تشوف تعمل دورة في مالت وفي جابس وكل شي. يا اخي سبت تقولي لبنات كلامها جيت سبحان الله كأنها منها قالت هي لكلامها ذاكا. جي في ساعة اشتجابة ولا كيفاش العطلة كاملة تعدت انها مطر وتعدت انها معناتها لمشت لها جيت لها حوست كي ما قلت هي سبحان الله. قلت لي زكية مش على حاجة راه وغير جيست عارفة روحي معناتها. حمد الله قلت لها كيف جيت لنا بلو مطر حمد الله يا ربي. قلت لي سبحان الله اللي روحت بنا وزلزال قام منها. كيف جيت لي هنا. ناوي باش نخرج نياياك ونعملو كدورة وعندها قضيات عندها حاجات ان شاء الله نعلنوا عليهم في وقت اخر وكل معنات عندها حاجات اش تعملو. قلت لي سبحان الله. انا لمشيت ولا قضيت ولا حوست ولا كذا. المهم مشت بحضة امي مشينا بحضة امي فاطمة وكل ومشت بحضة بحضة خالتها وكل ومبعد اكار رجعت هي. اي انتوا نسجل لكم في فيديوه يا رايت او رجعت. اولي الحب تنجاوبكم مع سؤالاتكم. ساعتا اللي بنات برشة سألوني عليش تتلوجي على دار في تونس وفما شكون سألوني علي تتلوجي وكل. نقلت لكم لكل حادث حديثها وجي وقتا. لوج ساعتا اللي اختراه. قتل عند الخدمة بيستخدم غاديكة تلوج في تونس وفي المرسى تحديدا ما لا فهمتو. والحمد لله اللي قلت كاستوديو كما تحب هي. معنتها وحمد لله يا ربي كل شي جي مساهل. ان شاء الله الواحد يا ربي ما نعملوش كان نعملو كان الخير. ما نعملوش الشر. ان شاء الله ربي ديما مساهل مساهلة. وان شاء الله ديما ربي يحل فوجوهنا البيبان. وان شاء الله ربي ديما طيحنا على العباد باهية. وهي عنده صاحبتها غادي كزا ده في في تونس. عاونتها حتى هي معنتها باش تشوف حتى على الكرية وكليكة. حمد لله يا ربي القوة كستوديو باهية. وحمد لله حمد لله وكرت وركحت امورها ورقلت امورها وفي كل شي. اهو حمد لله اختفى على صوت الحق. الله اعلى واكبر. نرجع لكم لبنائة لحظة. لبنائة كهوها والله مستوح جدنا هي وانحنا متوحشينها والصغيرها تفرحوا بها بالجداء بالجداء. اخيتي جدت وجي خير معاها. ارحم والدها جابت لنا برشا حاجات ورغم انها قلت مش مبرمجة. سبحان الله كأنها مني جاها ويقولها روحي لازم كترة روحي لازم. وكذا سبحان الله ممكن كان ما روحتش ممكن كانت تصير لها حاجة. سبحان الله والله ربي سبحانه يعرف اشي يعمل والحمد لله يا ربي. المهمة الحمد لله هكا اه فرحنا باها. والله لابنات ليلتها اللي خلطت هي صارت انا وياها لاربع متاع الصباح. نهروا. نتصوروا انت بو اخوات ومستوحشين بعضهم وكلوا. اه ما عادتها قعدنا للصباح للفجر ونحنا نهروا ونحكوه. وكل. اه وزاد من بعد. اه وجيت بحذايا امي بطبيعة بعثت الامي كره بجابتها بحذايا وجي بابا وجي اخويا حتى من سوسا جي وتلمينا الكل وجي اخويا الاخر. تلمينا حاصيلوا لكل لبنات ناقصة كان نختي لف فرنسا. واخويا عندي ثلاثة اخوات ولاد فهمتو. اخويا واحد منهم اللي هنا في مارث. والخويا في سوسا جي وقعدت اخويا الاخر في سوسا حتى يخدم بالليل ما نجمت شو يجي بقي. الحمد لله تلمينا على اقل لك تلمينا. وقعدنا مع بعضنا والله محلاها اللمه. اه بصارح والله عدينا جو عالمي لبنات عالمي عالمي بالقدي بالقدي. لو اللي هنا قلت له ما بش حط العشاء ماني حذرت انا العشاء الكل. بش مفوحي كسليطة. واك هو قلت لها هي معانتها تعالي بحذائي للكو جينا. انا جينا بعضنا للكو جينا فيما حذرنا هزينا العشاء. واك هو حاصيل وهذا هو الاسباب الغيابة متاعي. كي ما قلت لكم شو الفرحة باختي احزنت على الزلزال اللي صار في تركيا. اه والله واحد هاك علاش لبنات غبت عليكم. هاك معرفتوا كل شي وعرفتوا الاستوديو لشكون وعرفتوا كيفاش اختي ان جت معانتها من الزلزال ممكنش كانت تصير حاجة سبحان الله راها وكل حاجة يعملها ربي عندها يحب يوصلنا بها حاجة راها مش بوريانها كاكا. ممكن كانت غادي. ممكن معانتها تخد بحكم خد بيتها وتتاقل وتمشي وتجي. ممكنش تكون في الوقت ذاك في في البلاسة فيها زلزال ولا حاجة. وحتى اخوية ملالطف الليها معانتها وهني. اه حمد الله يا ربي امي بتقعد ما بتعرفوا لما هادي ما يقعدوا مشغولين. حمد مع بعضنا معانتها اه جت بحضايا نهال ثلاث في الليل وروح تكنها لحد. وان شاء الله باش ترجع ان شاء الله مش تو مش ترجع. ولبنات عندي برشا حاجات اخرين مش شاء الله باش نقول لكم علاها. اه خليهم بورلمو مو خليهم للي يجي وقته ان شاء الله باش نحكي لكم عليهم. اه ربي سهل في كل شيء. وهني رجع اعطي لكم لبنات فيديو هدايا ان شاء الله يعجبكم. وان شاء الله يا ربي اه اه تتفرجوا لي فيه الكل وتشجعوني خطر حاسة صيح ديما وانا نغيب شوي تزيد القناة تطيح لبنات وحابة نطلب منكم انكم توصلوا للقناة لثلاث الاف مشترك. يرحم والديكم الناس الكل. ووربي فضلكم ودلالتي راهي عليكم. كيف نطلب منكم حاجة رانا نطلبها منكم اه بدلالة. اه شاجعوني باش نقدم ونواصل وكل شيء. وان شاء الله وصورت بارشا حاجات لبنات شاء اه توا بشوي بشوي بالفيديو بالفيديو خطر الفيديو تطويلة من اجمش ان اعمل فيديو واحد حتى نسرع وكل راهو ما يجيش لازمني بشوي بشوي بشي نصور لكم اه صورت لكم بارشا حاجات ان شاء الله نهبطها لكم بشوي بشوي شوفوا مرومة الهنية كتحمل في خالتها وفرحانة بها بالجدي بالجدي تصوروا مشينا لتركيا ساعتها مرومة بنتي عمرها عام وسبعة شهورها كاكا وتوجدت لجتا عمرها خمس ستين ونص المهم لبنات هكا حاصل اه وهي عاد عندهم في تركيا اكثر من خمس سنية ضهر من مشينا نحن بحثها هي ضهر ليس عادة عندها عامين في تركيا ضهر لي هكا ولا المهم اه اي هكا عام ونص ضهر لي عندها عندها عام ونص ضهر المهم لبنات هكا وحمد الله كيف شفته خييني وحمد الله يا ربي فمش كوني يطلعوا قالوا لي اخواتك وكل المهم وعندي عندي حاجة ادخلين ان شاء الله توها بشوي بشوي اه راجلي كيف مشي كيف كلمتني كان كان وصلت لما حطة مشي بشي يجيبها قال عدت فاجأ بها كي روح للدار قال اختي قال عدتها علي اختك اه ما قلت لكم ما قلت لاش جملة وحتى الصغار ما قلت لهم مش معلتها وكل يتفاجأ بها اه حاص اه قلت لها كي ما قلت لي متفاهمين ما نقولش لحات احد انا ما قلت لحات احد ما قال لي والله بصراحة احلم وفاجأ خطة مكناش نتوقعوا هي وهم ما كانوش يتوقعوا انا هي بش تجي اما هي بش تحكي معاي وتقول لي حضر القضية بش تجيب تزا صاحبتي وكل فما كلام كيف قالت هي حابت حتى نتعبني لمفاجأة ما قالت كان نقول فما كلام كان نقول لها كانت لي محابش نقول لكلام اخر قلت كان نقول لها زكية بكية توت حس المهم فالاخر حسد بها كله قالت لي يا سبعي بالاخر امش تقول لك وخلاها بتقولي لحات احد اراني هيكا وهيكا ولوه اعلابي ايه وكله قلت حتى الخوية معانت في في تركيا شوفي حتى انت علابي ايه بش اه بش ان روح وكلت فاجأت خطرني في بالي بها بش تروح معانتها ما زالت وكل بش تروحها من هنا مثلا نكون منقوله للصيف نتلموا كل مع اختي في فرنسا شوية المهم كي ما قلت لكم لبنات سبحان الله نحنا نقوله قول وربي يفعل فعل فهمته نحنا نخططه ونقوله حاجاته كل ما تمشي الا كتب تربي وما يمشي كان لمقدرة ربي انا جدت في الوقت هذا ولاعلا اكيد فاخرة مش لعلا فاخرة اكيد فاخرة اه المهم هكا هو اللي هاي جدت او سبحان الله قلت لي قلت خليني انتبع حدسي وانتبع قلبي وانتبع كل شي قلت لي هلمت بحاجة هيكا تقولي قلت لي ما حتى نعود لكم لبنات الكلام قلت لي سبحان الله معانتها ما حطتش جلزالة حطت حد شي قلت باركش تصير حاجة في دارنا ولا ما نجمش روحة هاو قلت حدت حاجة معانت لو قلت لازم نشوفه وامي معانتها مشغولة بهم وكل العبادة وكل يقولهم روحوا قدر لهم تمرض تصيرش حاجة تصيرش موت تصيرش حاجة كذا تقعدوا منادمين انو كل قلت لحبيت انتبع وفما مزادة شكون قالها روحة روحة الناس كل تقولها روحة روحة قالت خلينا عمل طالله ونشوفوا كل مبعد قلت لا خليني نروح جملة معانتها اللمباجاج اللمبوري كل كل شي قلت لي جي صدفة كل شي جي فيسا فيسا قلت لي بصدقين كي روحة ناس مش بصدقها روحة يعني بسرعة هذية كنت مبرمج برنامج طلع لي برنامج اخوة مبارش حديتها يخوين بلاد ما نجمش نقول لكم علاها خاصين بها هي وكل المهم لبنات الحمدولة الحمدولة والف الحمدولة يا ربي وكي ما قلت لكم والله لا تأسفوا متضامنين وقلوبنا الكل متضامنة وعقولاتنا كل مع اهلنا في في سوريا وفي تركيا خاطر لهم عباد كيفنا اول واحد ما يكونش انسان الا ما يكونش انسان كما يحسش معانتها باخواته في الله معانتها في العبادة اللي كيفة في الناس اللي اللي خسروا ديارهم خسروا عائلاتهم فما شكون لما خسر عائلتهم كل فما شكون قاعد من العائلات فارد بركة فما شكون قاعد بيبي فما شكون قاعد صغير فما معانتها والله قلوبنا معاهم وكهو البنات ان شاء الله ربي يرحمهم قولي يحيين ان شاء الله ربي معاهم وان شاء الله يعوضو لهم ديارهم ويعوضو لهم كل شي ورب يقدر الخير والواحد شفته كالدنيا راهي فانية ربي سبحانه قادر يمحاها فيه دقيقة معنتها لهذا لازمنا نحبه الخير لبعضنا نازمنا نحوه كل حاجات الخايبة من قلوبنا لازمنا معنتها نكونه بل كل شي لازمنا الانسان يكون انسان بقتم معنا الكلمة شوفوا اللبنات اللي هنا حظنا العشي باش نتعشو كل وباقيت الفيديو ان شاء الله في فيديو اخر اتوها حبت نقول لكم ما وصلت بكم نهاية الفيديو ما تنسوا ليش بلايكاتكم وتعليقاتكم زيانة ربي خليكم ويحميكم ويعطيكم حتى يرضيكم استودعتكم الله الذي لا تضيع وداعه بس لا من نسوا كله في امان الله